مين من الإعلامين والإعلاميات اللي بيفتوا نظرك بتحبي تعودي تتفرجي عليهم بيعملوا برامج جميل فتاة صاحبة السعادة إسعاد يونس جميلة هو في زيها جمالها بجد جميلة حد لبقى ولزيزة ما بتجرحش حد ما بتضيقش حد ما بتفتقزيش حد على فكرة مونة مونة برضو مونة جميلة قوي مونة الشازلي طبعا بصي محترمين ومثقفين تتكلم بلزيزة عندها كونسبت بتقدمه بتتعمل بطيبة مع الناس بحب وفاء كيلاني قوي على فكرة رغم الناس عدوا تتنمر بس لزيزة بس ليها مدرسة مختلفة وخاصة بيها وخلقت مدرسة طلع من وراها يعني ناس كتير كنت بحب مونة الحسيني في الجيل القديم قوي حوار صريح جدا بصراحة يعني برضو ست كده كنت بحب بعشق صفاء أبو الصعود بعشقها وشرفت إن أنا عملت في المحطة عندها برنامج هي اللي اخترتني أقدم برنامج في رمضان اسمه البريمو كان مسابقات قلت لها أنا عمري وقدمت قايت لي غادة هتعملي حاله شوفي قد إيه ست جميلة مؤمنة بيكي وشفتك في حاجة وشجعتك ولما شفتها بعد سبين كويلا فعزة الله يرحمه فاروق الفشاوي لو شفتش سلمت عليها بحفاوة إزاي كأني أنت متها مثلا أقسم بالله ست محترمة طب أنت ما بتحبيش تحضري برامج اللي هي لها علاقة بالتريندات ولكن ما تحبيش تحضريها بس تحبي تتفرجي عليها لا مش أحضرها بنفسي أه دلق صدو تحضريها أنك تتفرجي عليها ولكن ما تبيش ضيفة فيها لا ممكن أحضر بس ما يكونش التنمر المؤذي كده وفيه صفاقة كده وفيه جرح للكرامة كده وفيه كدب فيه كدب جامد على فكرة أنا ما بحبش الناس عارفة أن أنا صدقة وعارفين أن أنا لما بطلع حتى في إيه أنا لما طلقت مع رامز ما كنتش عارفة أنا وكام حد ما كناش عارفين يقولوا إيه يا جماعة ما قاليش وحتى لو عارفة أن أنت راحة الرامز بس مش عارفة المقلب لا ما كنتش عارفة أصلا نكراحة الرامز قالوا لي كارلا حداد برنامج طبخ وريح عشان عمل طبخ أنت عارفة القصة دي يمكن فنانين كتير أو يطلعوا مع رامز رامز طبعا من البرامج اللطيفة الجميلة جدا في رمضان ولكن فيه ناس كتير تقولك إحنا عارفين إحنا راحين بيكلمونا وقولنا أنت راحين لرامز وفينا سنية تقول لا محمد فوقات تلع قال يا جماعة أنا عارف الراحة للرامز بس ما عارفش المقلب إيه بالزبط بدالين الجرح بتاعه تفتح وتبهدل هو عارف لأنه ممكن يحصل له هارتة تاك زي جورج واسوف مثلا أبوديع لما تلع في الطيارة هل تعتقد إيه؟ أني ما يكونش عارف ليحصل له هارتة تاك يا جماعة طبعا إنما أنا رامز الجاحد وبكرر الجاحد بيتنمر علي ما بيقوليش لا بس أنت دايما بتعملي ترند بتطلعي ترند معروف بس لما يخدني في الطيارة وقلبي يقف الجاحد وما يقوليش لما يخدني في مطعم حقع ويحط التعبان في بقي والدفدع حيوان لجد جاحد جاحد بمناسبة بقى غدل تيك تاك ويمكن أنت دلوقتي كنت بتتكلمي وبتقولي لي بدخل أوقات على تيك تاك وبشوف بعض يعني الحاجات من البرامج اللي هي الحاجات اللي بتبقى متقطعها كده وأكتر التصريحات وأكتر الترندات اللي موجودة إيه رأيك في ظاهرة التيك تاك خلينا أقولي اللايف أصدق فنانات كتب بالظبط فنانات كتير جدا جدا بقوا يطلعوا لايف وجوالات وكبس كبس وليهم أسامي ويعتبر رموز يعني مهمة جدا عند الجمهور المصري والوطن العربي كله ولكن بيطلعوا يعملوا ده هل أنت النهاردة تقدري تطلعي لايف أو جوالات زي ما بيسموها وتطلعي تقولي كبس كبس وبعتولي أسد وبعتولي قطة وبعتولي كلب والكلام بص يا ماروة أنت عارفين أنا صريحة ما بقولي الأعوار أعوار في عين وما صاحبيني بص يا حبيبت قلبي في فنانات مثلا ما بيشتعلوش دلوقتي زي الأول عندهم مطلقات أو عندهم مثلا أولاد لازم يصرفوا عندهم مصروف بيت عندهم مشاركة مع زوج زي مها أحمد زي ماروة عبد المنعم زي سهم جلال يعني في فنانات من حقهم يطلع عشان ده مورد رزقهم يعني لما مها أحمد تعمل لايف أو تعمل مثلا ماروة عبد المنعم عشان تصرف على بناتها علشان الواضح الحالي مع بجانب شغلها أنا ما بقوله مهم شي لأنه ده مورد رزقهم إنما لما تبقى واحدة نجمة وبتكسب بتكسب كويس قوي وتطلع كمان أكسترا تعمل يعني إيه إن أنا أطلع يوميا أربع ساعات مطجة مع تيك توك أربع ساعات لايف يوميا ده أنا موت أنا مين من النجمات اللي أنت شايفة أنهما يعني مش محتاجين فلوسوا بيطلع على تيك توك هما معروفين بس أنا بتكلم أنا معرفهمش لا موجودين والله معرفهم أنا مش هقولي أسامي بس يا مروة أنا دلوقتي أنا الروتين بيموتني أنا كغادة إن أنا كل يوم أطلع أربع ساعات لايف أكلم ناس معرفهاش وقعد أتكلم في محتوى ممكن يبقى تافع أو ممكن يبقى مفيش عشان أسد وبتاعه والدجاجة وفرخة وقلبه وطيارة عشان يدخل لي من 600 لألف دولار وتبر حتى لو المبلغ ليه ما بتطلعيش لايف يا غادة على الرغم من أنت الفترة دي ما فيش شغل وبرضو أكيد ما فيش فلوس ليه ما أنت دنهار دا هو أنت بتبرري لبعض الفنانات وبتقولي إن هما محتاجين أمه أنا مش محتاجة فلوس مين قالت هم محتاجة فلوس لا لأ كلنا محتاجين فلوس أنا مش محتاجة فلوس مجال عندي محلات أبوي يا ربنا يخليلي أمي ويخليلي أخواتي عندي أنا محلاتنا عندي مورد ريز عندي شغلي اللي هو بشتغل بعيدا عن الفن عخرات محلات لأ أنا عندي شغل أنت أصلا بتشتغلي بتشتغلي في العقارات طبعا أنا شغلنا محلاتنا في اسكندرية أنا هو أنا هو أنا المستوى اللي أنا عايشة فيه دا من الفن أنا فاكرة أن أنت مصدر رزق الفن لا أحيب جد لا وليها تاني كده أحيب أحيدي عادية على فكرة عندنا مايو اسكندراني أنت فاكرة أنا فاكرة أن أنت مصدر رزقه واركب عود عن نيل واركب عربيات واسفر لأختي بروكسل وباريس كل سنة مرتين واسفر لأهلي في لندن ومن الفن أنا فن لا 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 فاهمها غلط لا 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 أنا عايشة من قبل ما أدخل الفن من خير أبويا غاية النهاردة الفن ما بيأكلش عايش لو بمعدل شغلي أنا مايأكلنيش توست توستايا بكسب منه آه بس أنا مصاريفي كتير وإذا عايز أعيش في المستوى اللي أنا أبويا كان معيشني فيه المعدل دا ما يعيشنيش زماني غدا كان فيه برضو فنانات وفنانين كتير وكبار وليهم أسامي وكانوا قاعدين في البيت بيجي عليهم وقت بيعاضوا في البيت وما بيلاقوش مصدر رزق ما كانش فيه تيكتاك وقتها النهاردة احنا بقى عندنا فكرة الاستسهال على فكرة فنانين وشباب كمان النهاردة بقوا مش عايزين ينزلوا يسعوا ولا يتعبوا ولا يتعبوا على رزقهم لمجرد إننا النهاردة لا يا فلوس جايا يجي عليك عجاهز واحدة قاعدة على الكيبورد أو على الكيبورد من تحت ممكن يبقى مش لابس النص اللي فوقاني بس هو اللي طالع قدام الشاشة تيشارت تمام بيجاد ممكن يبقى بمطلون بيجامة تحت أو مش لابسة شبش بولاي المهم من اللي فوق ده تمام وزي الفل وقاعدة على الكيبورد بيتخلان بيقولك من 600 دولار لألف دولار طيب هتتنزل ليه تتعب ليه أنا ماعملش كده سوري أنا ماعملش كده ليه رغم أن أنت بتبرري لبعض الفنانات إنه إيه المشكلة لما تطلعوا على تيك توك محتاجين فيه احتياج لو بعد الشر بعد الشر احتاجتي وفلوس العقارات والمحلات ما بقيتش يعني بتجيه فلوس زي الأول وحتاجتي فلوس هتخشي على تيك توك بس فكري قبل ما ترد هتخشي وتقولي كبس كبس على تيك توك مش هعمل كده بس فيه طرق تانية قدر أعمل على فكرة ممكن أعمل بمحتوى من غير كبس كبس ومن غير الحصان والنعجة واليمامة والطيارة ويبقى فيه محتوى ويجيب لي فلوس على فكرة زي أسامة جويش في ناس طبعا بتعمل كونتنت محترم يومي أنا بتابعه يوميا عايز أقولك ويدخله فلوس ملايين على فكرة الكونتنت ده ممكن تقدميه أو المحتوى ده ممكن تقدميه على فيسبوك على أي حاجة تفتحي وتطليل أو تعملي صفحة من غير كبس كبس ومن غير مادلق على نفس وادلق على نفس ولا البضع بتأحف راسي ولا حط عيني هنا شطة ولا أدلب من غير مهمل كل على فكرة أنا مش عامل كده أبدا على فكرة أبدا حتى لو محتاجة فلوس عندي طرق تانية تجيب لي فلوس لا حتى لو محتاجة فلوس وبفيش طرق تانية حتى لو مش عامل كده خالص خالص إذا المعترضة على فكرة السيك توك يا حبيبتي أنا بقولك إذا هم دي الطريقة قدامهم في ظروفهم اللي محتاجين شابوهم مش هقدر أقولهم انتم بتعملوا كده رأيك ويحترم إنما اللي مش محتاجين ويبيعملوا ده دول اللي بيولاموا أنا ما بشوفش حد محتاجه بيعمل ده أنا بشوف دايما اللي بيعمل ده أكيد أنه هوم مش بيجروا أنا مروى مروى ظروفة وحشة حرام لازم تبقى ربنا يرزق يا رب الجميع سيهم جلال ربنا يرزقهم يا رب مهام مهام بتشتغلش زي الأول على فكرة لا يعني في ناس ربنا يا رب يرزق الجميع إنما في ناس بقولك بتشتغل بشغله بأدوار وكل حاجة خلص المسلسل اللي أخدا فيه ملايين عشان تيجي تعمل كبس كبس أنا مش عارفة مين بس ماشي انت مش عايزة تقولي أسامي وأنا معرفش والله لو تمشيتي كده هتشوفيهم كلهم والله وأسامي يعني فيه واحدة كانت عاملة مسلسل في رمضان السنة دي وتطلع تقول كبس كبس واخدى مبلغ كبير مسلسلين مسلسلين في رمضان أكسن بالله والله مين يا جمال عاملة مسلسلين في رمضان الحروف المتقطعة طيب قوليلي الكلمات المتقطعة أول حرف من اسمها لا لا أنا مش أنا مش هي حرة في حياتها أنا مش بها جمعة أنا بقولك أنا مش هعمل كده أجول فوزير ده أصله بس مش هعمل كده طيب هي تعمل هي حرة ألفا قنوات الأسرة العربية